السيرة النبوية دروس وعبر الفصل الثالي في السيرة منذ البعدة حتى الإجرة إلى الحبشة ألف الوقائع التاريخية في هذه الفصلة تثبت لنا الوقائع التاريخية التالية أولا نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم لما تم للنبي صلى الله عليه وسلم أربعون سنة نزل عليه جبريل بالوحي في اليوم الاثنين لسبع عشر خلت من رمضان ويحدثنا الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه بالسرد المتصل إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن كيفية نزول الوحي عليه فتقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة في المنام فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء يتحنت فيه ويعني التعبد يتحنت فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقل ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقل ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرب الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صورة العلق من الآية 1 إلى الآية 5 فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل أي الضعيف وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العدسة وكان ابن عم الخديجة وكان امرأا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا النموس صاحب الوحي وهو جبريل الذي نزل على موسى يا ليتني فيها جدعا يقصد شابا قويا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤثرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفترة الوحي وفي رواية ابن هشام عن ابن إسحاق أن جبريل جاء هو نائم في غار حراء بنمط أي وعاء من دباج فيه كتاب فقال اقرأ إلى آخره قال فقرأتها ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتابا قال فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل قال فرفعت رأسي إلى السماء أنظر فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل قال فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في الناحية منها إلا رأيته كذلك فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسولها في طلبي إلى آخره ثانيا كان أول من آمن به ودخل في الإسلام زوجه خديجة رضي الله عنها ثم ابن عمه علي رضي الله عنه وهو ابن عشر سنين ثم مولاه زيد بن حارثة ثم أبو بكر السديق رضي الله عنه وكان أول من أسلم من العبيد بلال بن رباح الحبشي وعلى ذلك تكون خديجة أول من آمن به إطلاقا وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معها آخر يوم الإثنين وهو أول يوم من صلاته وكانت الصلاة ركعتين بالغذات وركعتين بالعشي ثالثا ثم فطر الوحي بعد ذلك فترة من الزمن اختلفت الرواية في تقديرها فأقصاها ثلاث سنوات وأدناها ستة أشهر وهو صحيح وقد شق انقطاع الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وأحزنه ذلك كثيرا حتى كاد يخرج إلى الجبال فيهم بأن يرتد من رؤوسها الهمش هذه الجملة كان يرتد من رؤوس الجبال حزنا بعد فطور الوحي وإن كانت في صحيح البخاري وهي من بلاغات الزهري وليست موصولة ظنا منه أن الله قد قلاه بعد أن اختاره لشرف الرسالة ثم عاد إليه الوحي بعد ذلك كما يروي الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جارس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر كم فأنذر إلى قوله والرجس فهجر فحمي الوحي وتتابع رابعا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يدعو إلى الإسلام من وثق بعقله ثلاث سنوات كاملة حتى أسلم عدد من الرجال والنساء ممن عرفوا برجحان الرأي وسلامة النفس خامسا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ عدد الداخلين في الإسلام نحوا من ثلاثين أن يبلغوا الدعوة شخرا وذلك في قوله تعالى فاصدع بما تمر وأعرض عن المشركين الآية 94 من سورة الحجر سادسا ابتدأت بذلك مرحلة الإهداء للمؤمنين الجدد ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هال المشركين أن يسفها الرسول صلى الله عليه وسلم أحلامهم ويعيب آلهتهم ويأتيهم بدين جديد يدعو إلى إله واحد لا تدركه العيون والأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سابعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يجتمع بالمؤمنين سرا في دار الأرقم بن أب الأرقم الذي دخل في الإسلام أيضا وكان الرسول يتلو عليهم ما ينزل عليه من آيات القرآن الكريم ويعلمهم من أحكام الدين وشرائعه ما كان ينزل حينئذ ثامنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ بأن يندر عشيرته الأقربين فوقف على الصفا وناذى بطون قريش بطنا بطنا ودعاهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان ورغبهم في الجنة وحذرهم من النار فقال له أبو لهب تبا لك ألي هذا جمعتنا تاسعا رغبة قريش في أن تنال من الرسول فحماه عمه أبو طالب وامتنع عن تسليمه إليهم ثم طلب بعد ذهابهم أن يخفف من دعوته فظن أن عمه خاذله فقال كلمته المشهورة والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته حاشرا اشتد أدى المشركين بعد ذلك للرسول وصحابته حتى مات منهم من مات تحت العذاب وعمي من عمي حذا عشر لما رأت قريش ثبات المؤمنين على عقيدتهم قررت مفاوضة الرسول على أن تعطيه من المال ما يشاء أو تملكه عليها فأبى ذلك كله إثنى عشر لما رأى الرسول تعنت قريش واستمرارها في تعديب أصحابه قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه فهاجر للمرة الأولى إثنى عشر رجلا وأربع نسوة ثم عادوا بعد أن علموا بإسلام عمر وإظهار الإسلام لكنهم ما لبثوا أن عادوا ومعهم آخرون من المؤمنين وقد بلغ عددهم في الهجرة الثانية إلى الحبشة ثلاثة وثمانين رجلا ومن النساء إحدى عشر ثلاثة عشر مقاطعة المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هشام وبني المطلب أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يخارطوهم ولا يقبل منهم صلحا أبدا واستمرت المقاطعة سنتين أو ثلاثا لقي فيها الرسول ومن معه في هذه المقاطعة جهدا شديدا ثم انتهت المقاطعة بمسعى قلاء قريش باء الدروس والعذات أولا إن الله إذا أراد لعبد أن يوجهه لدعوة الخير والإصلاح ألقى في قلبه كره ما عليه مجتمعه من ضلال وفساد ثانيا إن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن يستشرف للنبوة ولا يحلم بها وإنما كان يلهمه الله الخلوة للعبادة تطهيرا وإعدادا روحيا لتحمل أعباء الرسالة ولو كان عليه الصلاة والسلام يستشرف للنبوة لما فزع من نزول الوحي عليه ولما نزل إلى خديجة يستفسرها عن سر تلك الظاهرة التي رأها في غار حراء ولم يتأكد من أنه رسول إلا بعد رؤية جبريل يقول له يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل وإلا بعد أن أكد له ولخديجة ورقة من نوفل أن ما رآه في الغار هو الوحي الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام ثالثا إن دعوة الإصلاح إذا كانت غريبة على معتقدات الجمهور وعقليته ينبغي أن لا يشهر بها الداعية حتى يؤمن بها عدد يضحون في سبيلها بالغان والرخيص حتى إذا نال صاحب الدعوة أذى قام أتباعه المؤمنون بدعوته بواجب الدعوة فيضمن بذلك استمرارها رابعا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاجأ العرب بما لم يكون يألفونه وقد استنكروا دعوته أشد الاستنكار وكان كل همهم القضاء عليه وعلى أصحابه فكان ذلك ردا تاريخيا على بعض دعاة القومية الذين زعموا أن محمدا عليه الصلاة والسلام إنما كان يبثل في رسالته آمال العرب ومطامحهم حين ذاك وهو زعم مضحك ترده وقائع التاريخ الثابتة كما رأينا وما حمل هذا القائل وأمثاله على هذا القول إلا الغلو في دعوة قومية وجعل الإسلام أمرا منبثقا من ذاته العرب وتفكيرهم وهذا إنكار واضح لنبوة الرسول وخفض عظيم لرسالة الإسلام خامسا إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد أن ينزل بهم الأشرار والضالون أنواع العداد والإضطهاد دليل على صدق إيمانهم وإخلاصهم في معتقداتهم وسمو نفوسهم وأرواعهم بحيث يرون ما هم عليه من راحة الضمير واطمئنان النفس والعقل وما يأملونه من رضى الله جل شأنه أعظم بكثير مما ينال أجسادهم من تعذيب وحرمان واضطهاد إن السيطرة في المؤمنين الصادقين والدعاة المخلصين تكون دائما وأبدا لأرواحهم لا لأجسادهم وهم يسرعون إلى تلبية مطالب أرواحهم من حيث لا يبالون بما تتطلبه جسومهم من راحة وشبع ولدى وبهذا تنتصر الدعوات وبهذا تتحرر الجماهير من الظلمات والجهالات سادسا إن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك القول لعمه أبي طالب وفي رفضه ما عرضت عليه قريش من مال وملك ذليلا على صدقه في دعوة الرسالة وحرصه على هداية الناس وكذلك ينبغي أن يكون الداعية مصمما على الاستمرار في دعوته مهما تألب عليه المبتلون معرضا عن إغراء المبتلين بالجاه والمناصب فالمتاعب في سبيل الحق لدى المؤمنين راحة لضمائرهم وقلوبهم ورض الله وجنته أعز وأغلى عندهم من كل مناصب الدنيا وجائها وأموالها سابعا إن على الداعية أن يجتمع بأنصاره على فترات في كل نهار أو أسبوع ليزيدهم إيمانا بدعوتهم وليعلمهم طرقا وأساليبها وآدابها وإذا خشي على نفسه وجماعته من الاشتماع بهم علنا وجب عليه أن يكون اجتماعه بهم سرا لألا يجمع المبتلون أمرهم فيقضوا عليهم جميعا أو يزدادوا في تعذيبهم واضطهادهم ثامنا إن على الداعية أن يهتم بأقربائه فيبلغهم دعوة الإصلاح فإذا أعرضوا كان له عذر أمام الله والناس عما هم عليه من فساد وضلال ثاسعا إن على الداعية إذا وجد جماعته في خطر على حياتهم أو معتقداتهم من الفتنة أن يهيأ لهم مكانا يأمنون فيه من عدوان المبتلين ولا ينافي ذلك ما يجب على دعاة الحق من تضحية فإنهم إذا كانوا قلة استطاع المبتلون أن يقضوا عليهم قضاء مبرما فيتخلص من دعوتهم وفي وجودهم في مكان آمن ضمان لاستمرار الدعوة وانتشارها عاشرا إن في أمر الرسول أصحابه أولا وثانيا بالهجرة إلى الحبشة ما يدل على أن رابطة الدين بين المتدينين ولو اختلفت ديانتهم هي أقوى وأوثق من رابطتهم مع الوثنيين والملحدين فالديانات السماوية في مصدرها وأصولها الصحيحة متفقة في الأهداف الاجتماعية القبرى كما هي متفقة في الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر وهذا ما يشعل وشائج أي روابط القربى بينها أوثق من أية وشيجة من قرابة أو دم أو موطن مع الإلحاد والوثنية والقفر بشرائع الله إحدى عشر إن المبطلين لا يستسلمون أمام أهل الحق بسهولة ويسر فهم كلما أخفقت لهم وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق ابتكروا وسائل أخرى وهكذا حتى ينتصر الحق انتصاره النيائي ويلفظ الباطل أنفاسه الأخيرة ترجمة نانسي قنقر